اشتركوا في القناة نتاليه عن اللحم الموجود بسوء وخاصة لحم الخروف هل الخروف فيه ميزات غير عن بقية الحيوانات هل فيه فات أكتر آل هل كل قطع الخروف هي نفسها شو رح تقوليننا عن هذا الشيء اليوم رح حاول أرن بين عدة أنواع من اللحم نحن نعرف أنه لصحة جيدة مهم أنه نخفف استهلاكنا من اللحم وخاصة اللحوم هل نسبة الدهون فيها عالية ولكن حتى باللحوم اللي عادة معروفة أنه مدهني تكوين الدهون تختلف يعني حسب مثلا إذا عم نحكي عن اللحم البقر أو حتى لحم الخروف عادة اللحوم حسب هل مواشي شو بتيكل الدهون عندها بتختلف وبتصير تأثير على صحتنا مختلف عم بحكي هوني مثلا عن البقر اللحم البقر هللي بيرعى بالطبيعة نسبة الأوميغا 3 بعد فيه منهم بيرعوا بالطبيعة هيك بحرية بأوروبا فيه نسبة لا نحنا بنشتريها بس سعرها أغلى بيكون نحنا بنعرف وقت اللي بنحكي بنقول grass fed meat grass fed أو grain fed شو الفرق بين الموايش اللي أكل عشب أو الموايش اللي أكل حبوب نحنا بنعرف أنه العلف علف هالوحوم هايدي عادة بتأثر كتير على تكوين الفات اللي فيها so grass fed دراسة تفرجت أنه نسبة الأوميغا 3 فيها أعلى ليش لأنه العشب الكاتل أو البقر بيحولوه أكتر لأوميغا 3 سو نسبة الأوميغا 3 في أعلى ونسبة الفيتامين A والفيتامين E كمان تختلف وبركة لأن هذه تغذية القطيع الطبيعية 100% يعني هنه بيرعوا ما بيكلوا حبوب نشف الإنسان زيدة كرميل يعني يسهل على حاله ويقدر يطعم كمية أكتر للقطيع 100% كرميلة أكيد نعم البرودكشن أكبر أكيد إذا منخفف تناول اللحوم ولكن فينا نختار من هاللحوم هاي عدة كاتس بدون ما نكون بدون ما نكون أكيد عم نكتر من الدهون هلا إذا بدي قارن حكينا عن أنواع الغراس فاد والغرين فاد بدنا نقارن كمان هوني مثلا للجيج بالفيل يعني أو العجل أو لحم البقر إذا بدنا نقارن بالمطلق هالأنواع من اللحوم أي نوع لحمي بتعتقد أنه نسبة الدهون فيها أقل نسبة الدهون فيها أقل أي يعني إذا حكينا قررنا سفينة جيج مع قطعة لحمة ستيك إن كان معزة أو بقر أيها فيها نسبة الدهون أقل هيتا نشوف المشاهدين إذا بيقدروا يعملوا قاس زيت الكات طعم بحكي أنا هوني بين المعزة والبقر شخصيا بقول الجيجة ما عندي معلومة بتأكدها الشيء ولكن بعتقد الجيجة لأنه بارك لأنه ما منشوفها لأ بارك لأنه باللحم البقر باللحم الحمرة منشوف الدهن الأبيض بينما باللحمة التجيج ما منشوف الفرق بين شو هو اللحمة وشو هو الفاتفة مية ومية الجواب هو الجواب هو لحم الشافر أو الغنم العنزة العنزة أنا غلطت يمكن قلت غنم قبل بشوي هو قصدي أنا العنزة لحمة الشافر فيها أقل فيها أقل دهون من سفين تجيج يعني إحنا إذا أخذنا ستيك من هالأنواع نفس الوزن طبعا نفس الوزن أكيد وأكيد أنا هوني عم بقارن لحمة منظفة يعني ما فيها هالدهون البيضاء اللي عم تحكي عنا عادة وقت اللي نحن inherنا نخفف أكيد نسبة الدهون باللحمة اللي عم نخدها لازم ننظف اللحمة من كل شي دهون إضافية كل شي حويلوا اللحمة حويلوا اللحمه مية بالمية بقلبها ما فينا بقلبها أكيد مية بالمية ما فينا هلأ لحمة المعزة مش الغنم بعتزرعة هالشغل لحمة المعزة إذا بدأرنا به لحمة البقر أو لحمة الجيج لحمة المعزة فيها نسبة دهون أقل هي تقريباً 40% دهون أقل من لحمة البقر كمية مهمة صح نسبة عالية 100% بدأ قارن كمين لحمة الفو العجل العجل اللي عادة أطرة بتكون ونحن كلما طرية اللحمة كلما مبدئياً فيها نسبة دهون أكتر ولكن الفوبلان أو الفيل يعني العجل الصغير نسبة الدهون فيه أقل حتى ولو كانت اللحمة أطرة لسبب بسيط هو أنه الفوبلان عادة أو العجل ما بيكون العضل تبعه قسي كرميل هيك اللحمة أطرة بتكون وعادة بيكون أكيد أغلى كنسبة أغلى منيح العجل 100% ولكن هذا ما أنه دليل أنه فيه نسبة دهون أكتر هذا إكسبسيون إذا بدك للحوم بنتقل هلأ للحمة البقر عادة فيه صار هلأ أنجس بيف صارنا نعرف نلاقي بيرجرز معمولين من الأنجس بيف صارنا نسمع عن الكوبي بيف كمان هو نوع تاني من اللحمة البقر عادة هالأنواع من اللحوم مثلا الكوبي هو مصدره اليابان والأنجس بيف هو مصدره أصلاً سكوتلندا ونسبة الدهون فيه أعلى من غيرها ليش؟ لأنه بتكون اللحمة يعني للأشخاص اللي بيعرفوا ماربلد يعني فيها مضبوط من تشرق أكتر بقلب اللحمة وأنا لنفس نوع اللحمة إن كان فخد أو حتى إذا بدي أحكي فو فيلي أو فيلي نسبة الدهون فيها عم نحكي بقر فيها نسبة دهون كتير أعلى من غيرها دونك يعني مشان هيك يمكن من حبنك هتا هلأ الدهون هي اللي بتعطي نكهة للمأكلات مشان هيك يمكن الأشخاص اللي معوادين على لحم الغنم وعلى نكهة لحمة الغنم ما بيحبوا بقية أنواع اللحوم لأنه هاي النكهة اللي خاصة بلحم الغنم اللي هي كتير مدهنة يعني من بين كل أنواع اللحوم لحم الغنم هي أتسم نوع لحمة إذا بدي أرن نفس الكت أو نفس شقة اللحمة يعني نحكي فخد بذات الوزن فخد من هنا 100% الغنم حتى إذا نظفني بيدل أكثر من غيره الآن الفيلي الموزيت الغنم هي من أقل لحمة أقل دهون بالغنم يعني إذا أنا بدي وفر دهون وضروري أكل لحم غنم خاصة اليوم بعيد الأطحى المبارك الموزيت هي أقل شي فيها دهون من بين أنواع اللحوم ليش لأنه هي بالنهاية جاية من اللاق يعني من إجر الكاتل وهي أكثر شي فيها عدد ده هيك المآدم سؤالك كتير كتير مهم ألبير المآدم عادة فيها جيلاتين كتير فيها كوليستيرول كتير بس هي صحية يعني هي ما فيها نسبة دهون كتير عالية يعني فيها كوليستيرول ماكسيموم نعم ولكن نسبة الدهون فيها مش متل ما نحن نتفكر فيها بروتيين هلأ إذا بدي قررنا بلحمة الستيك أو غير أنواع من اللحوم أكيد اللحمة الستيك اللي ما فيها دهون بتكون أفضل لأنه ما ننسى نحن لارتفاع الكوليستيرول للأشخاص اللي بيعانوا من هالمشكلة هاي لازم ينتبهوا لنوعية الدهون اللي عم يخدوها كمية الدهون وكمية الكوليستيرول باللحمة يعني بعطيك مثل القصبة لحمة القصبة ما فيها كتير دهون ولكن فيها نسبة كوليستيرول كتير عالية وكترة الكوليستيرول عادة بتأثر أكيد على صحتنا بشكل أقل من الدهون المشبعة ولكن بتظل تأثر إذا كانت الكمية كتير عالية بعد ما عنا تلد أي ناتالي شو فينا بلكن نركتشو على الخروف بهالنهار العيد صح هلأ مثل ما عم أقول إذا بدنا ناخد خروف خلينا نقي أول شي اللحمة لازم تتنظف كتير منيح الفيلة والفوفيلة أكيد فيه نسبة الدهون أقل ولكن أكتر شي نسبة الدهون فيه خفيفة هو أكيد الموزيت يعني إحنا إذا منلاحظ وقت اللي بدنا نطبخ موزيت آسيا بتاخد وقت أكتر للطبخ لسبب وحيد أنه هي عضلة والعضلة اللي بتدهون طيبين الصوبوكو أو صوريدانيو إذا بتنتبخ على الخفيفة بتتنظف منيح بتدل فيها تكون أكيد طبق منه كتير مدهن أهم شي الصوسيت اللي عم نحطها مع هالأنواع من اللحوم لأنه نسبة السعرات الحرارية أوقات بتكون عالية من وراء الصلصة اللي نحنا عم نزيدها وراء الزبدة اللي عم نزيدها أو يمكن سمنة ما بعرف دونك هذي بتخلي نسبة الدهون تعلى نقطة كمان بدي أحكي عنا قبل ما ننهي كانت هي عن لحمة الجيج نحنا ديماً منقول أول الحلقة انت قلت أنه السفينة أقل شي فيها دهون ولكن فخد الجيج إذا شلنا له الجلدة نسبة الدهون فيه كمان بتكون معدلة منه عالي سوى للأشخاص اللي ما بيحبهم نسبة تفاكي أن الفخد فيه فيه أكتر بكتير دهون من السفينة مثلاً مظبوط صح لحمة الفخد فيها نسبة دهون أقل إذا أنا بدي أرن بس اللحمة بدون الجلدة الجلدة هي اللي بتخلي الفخد تعلى نسبة الدهون فيه والفخد فيه نسبة حديد أكتر من السفينة دونك للأشخاص هاللي بيهمهم أنه شوية علوا نسبة الحديد بيأكلهم فيهم يلتجوا للفخد هلا الأشخاص اللي عندهم كوليستيرول كمان أهم شي ما يكلوا الجلدة لأنه المشكلة هي بالجلدة ونوعية الدهون اللي موجودة بجلدة الجيج إن كان السفينة أو الفخد هي دهون مشبعة وهي هيدا أكيد هاللي لازم نتجنبها وأخيراً ما ننسى السمك البير السمك مهم جداً حتى السمون اللي أنا كتير أشخاص بيسألوني بس السمون مدهن بس بيضلوا نسبة الدهون فيه أقل من غير أنواع لحوم سوى للأشخاص اللي بدون ينتبهوا صار عندهم يمكن شوية معه شكراً لك مرسي على المعلومات رح ناخد وقفة كتير سريعة وبعد الوقفة مارك رح يلاقينا بنيتشر ورح نحكي عن الخروف كمان اشتركوا في القناة